اشتركوا في القناة برج العقرب في منزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يمكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 24 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء لينتقل بعدها القمر لمنزلة الشولى وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة الربح والخراب والتسليط بما ان القمر موجود في برج العقرب معناته من الان لغاية ساعات المساء من مساء يوم الثلاثاء بتظل اثار برج العقرب بتأثر على جميع الابراج ففي هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا منحبه بشدة او منكرهه بشدة نشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغط عاطفي محبط بوسعنا الاهتمام بامور اله علاقة بالتأمين اما عقد التأمين او بوليس التأمين قراءة رواية بوليس المثيرة مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم او شراء او استئجار بيت بالنسبة للزوايا طبعا البطيئة اللي متشكلة اللي بدأت تأثيراتها او موجودة تأثيراتها الان اليوم في زاوية جديدة هي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين نبتون وهاي طبعا دروتها يوم 23 اللي هو يوم الغد وبتنتهي يوم 24 ثلاث بيكون لدينا صعوبة في معرفة مشاعر الاخرين وبكون صعب علينا التعامل معهم وهذا ممكن ينتج سوء تفاهم وعدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك وممكن نرتكب الاخطاء في احكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات امل اما بالنسبة لدوليا فهي بدل على وقوع جدل بين احزاب اليمين واليسار واغلبها او اغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري الاشتراكي وممكن يتم فضح بعض الحقائق او التلاعب فيها خصوصا في قطاع الامور البحرية او المجال الفني وممكن تشهد هاي الفترة تراجع في المبادلات التجارية وخصوصا اللي الها علاقة بالسوائل يعني اللي هي الاسعار البورصة والاسهم وارتفاع الامور السائلة يعني زي النفط والغاز والاشياء مثل هيك او نزاع بين بعض الطوائف المذهبية والفرق الدينية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية راح تكون بين عطارد وبين المشتري وهي تأثيراتها برضو لغاية يوم 23 ثلاث عند حدوث هذا الاتصال بنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري كمان وهذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات او الاهتمام في هاي الامور اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة طبعا اليوم في كمان زاوية ذروتها ولكن هاي من الزوايا اللي تأثيراتها بالايام القادمة هي زاوية التزديس الايجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي تأثيراتها لغاية يوم 22 ثلاث بتعزز قدرتنا على تحديد اهدافنا وسعي نحوها كما انه بيتجه اهتمامنا نحو الامور الغامضة ومحاولة فهمها بالنسبة لليوم في عنا مجموعة من الزوايا اللي رح تتشكل اليوم اللي هي ما بين القمر وبين الكواكب الاخرى وزاوية بطيئة وخلو مسار طبعا بالنسبة للزاوية الاولى اللي رح نحكي عنها هي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون بعد منتصف الليلة والاثنين على الثلاثاء الساعة 12 وثمان دقائق بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمتاعب المتاعب المشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديث ايجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهي رح تكون الساعة 2 و25 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام ساعة 3 و49 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من واجه مصاعب عرقيل بتطلب مننا ان نبذل جهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون في تمام الساعة 7 و25 دقيقة صباحا هاي زاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس عليه فانو اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام ساعة 4 مساءا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار للقمر وخلو المسار هو حالي سلبية رح يبدأ خلو المسار الساعة 4 مساءا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام ساعة 6 و 58 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني مدته 3 ساعات خلو هذا المسار وهي 3 ساعات 3 ساعات سلبية يعني الفترة هاي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 6 و 58 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش بصير القمر استقر في برج القوس وبلش يشكل أول زوايا فمنشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا إلى عالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحل ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية لأن من يوم 19-3 ونذكرها طبعا اليوم ذروتها ذروتها ستكون الساعة 8 و 43 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش وهذه الزاوية مستمرة لغاية يوم 25-3 طبعا بيكون لدينا تردد وخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غريبي الأطوار وعنيفين وبسبب شقاقات عاطفية لدى البعض والبعض بيشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة أو البرود الجنسي كما بتدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات أو وقوع طائرات أو حوادث إلها علاقة بالسك الحديد والتي هي تنقلات إجمالا احتمالية حدوث زلازل عواصف وممكن يقع بعض يعني شيء له علاقة بالتمرد أو انقلاب عسكري أو بتم عزل أحد القادة أو قتلهم وممكن تشهد هاي الفترة مظاهرات أو ضرابات في قطاع الصناعة أو الصحة وبيسبب قمع للحريات وتشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية وجنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران راح تكون بين القمر وبين الشمس وهي راح تكون الساعة 10 و 51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية العضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايد لبروستاتا عظم العانى والجينات طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء عمليات جراحية ولكن بتكون تنتبهوا بعد العمليات الجراحية بتكون تنتبهوا لتوصية الطبيب يعني المحافظة على الجرح خوفا من الالتهابات أما بالنسبة لعمليات التجميل فعمليات التجميل هي جيدة بخصوص الأمور اللي إلها علاقة بتنظيف البشرة أو المحافظة على البشرة أما الحقن والجراحة فما بنصح في هذه الفترة بالنسبة لهذه الفترة يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعم كورونا فطبعا هو مناسب ولكن أنه ممكن تظهر بعض الآثار يعني في مكان اللقاح أو ارتفاع في درجات الحرارة بيطلب أخذ بندول كل ست ساعات وأيضا دهن كريم فوسدين اللي هو أنتوبيوتك مضاد حيوي على مكان اللقاح بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون ما ينتقل لبرج القوس فخلوه المسار القادم رح يكون يوم الخميس بيبدأ في تمام الساعة واحدة ودقيقتين بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وثلاثة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعديها لبرج الجديد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدة بعشرين يوم في تمام الساعة تسعة وسبعة واربعين دقيقة مساء بصير عمره واحد وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمس وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة طبعا الآن هي منتحسة بنسبة خمس وعشرين في المية ولكن مع ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة عشر في المية القمر في العقرب بدي انتقل للقوس ورح يمكث في القوس حتى يوم أربعة وعشرين ثلاث ولكن اليوم الآن هو منتحس بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعادة تعتلى نسبة خمس واربعين في المية وأكثر بقليل لغاية المساء بالنسبة لعطارد في الحوت حتى يوم سبعة وعشرين ثلاثة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الدلو حتى يوم خمسة أربعة منتحسة بنسبة تسعين في المية المريخ في الدلو حتى يوم خمسة أربعة منتحس بنسبة خمسين في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوتوف الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكي أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تتغير الأوضاع لصالحكم مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء نحاول أنك تتقبل آراء الآخرين بدون تحفظ اليوم رح تنشغل بمعاملة أو ملف في ساعات المساء طبعا الأجواء رح تتغير لصالحك بشكل كبير وخصوصا بعد انتقال القمر لبرج القوس برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظوا على هدوء أعصابكم ونبرصوتكم لا تعرض لقاءك للفشل وحاول أنك يعني تتحامل في هاي الفترة على نفسك شوي يتحمل هاي الفترة لأنه فيها نوع من أنواع التوتر ما زال القمر مقابلك تماما وهاي تعتبر الفترة من أكثر أيام الشهر ضغطة عشان هيك بدك تحاذر من الإخصام الخصام وما تعاند حد تجنب الخلافات كليا خصمك في هاي الفترة قوي وطباعك مش هادئة في ساعات المساء لما بنتقل القمر للقوس شوي بتخف الضغوط عليك لأن القمر بنتقل للبيت الثامن وبتركز على الأموال المشتركة برج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم ونظموا جد والغداءكم وخذوا قسط كافي من الراحة اليوم ترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصحية ممكن تعيد ترتيب الأوضاع وتتحسن الأحوال ولكن للأسف أنه في ساعات المساء القمر رح يصير في القوس مقابلك تماما وهذا الشيء بيعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة العاطفية وشراكتك بالعمل ولكن طاقتك بتكون ضعيفة وبتكون عصب المزج برج السرطان ابتجتازوا يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهم مش إنك تضع مخاوفك جانبا ما تتهرب إلى أجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام وتعتبر هاي الفترة من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا لغاية ساعات المساء من ساعات المساء طبعا رح يضغط على العمل بشكل كبير وعلى الصحة عشان هيك بدك تنتبه لعملك وصحتك في ساعات المساء برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم ومنكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا لأمور إلها علاقة بالعقارات أو التصليحات وبتميلوا لأفراد العائلة ولمد يد العون لإلهم أهم شي لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بإنها تأثر على استقرارك بتنهمك بحل مساء العائلية أو شخصية اليوم تبدو قلق أو ممكن تتدمر لأقل إشارة وخصوصا من الآن لغاية ساعة المساء أما من ساعة مساء اليوم الثلاثاء الأجواء رح تتغير لصالحك لأنه القمر رح ينتقل للبيت الخامس لإلك وهذا بيت الحظ والعاطفي بشكل كبير برج العذراء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار ممكن اليوم تقوم ببعض المفاوضات المفاوضات هاي يعني بحاجة لنوع من أنواع النشاط لأنها مفيدة جدا بالنسبة لإلك حاول أنك تعبر عن رأيك فاوض بجراءة اليوم تتميز بسرعة الخاطر والقدرة على إيجاد الحلول طبعا هاي الأمور رح تظل مستمرة بنشاطها وقوتها لغاية ساعات المساء أما من ساعات المساء فبصير تركيزك على الأمور البيتية والعائلية والاجتماعية العائلية بشكل أكبر برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتصير متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي تتحسن معنوياتكم وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئنها واجسك حاول أنك توظف أموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة أو حتى نوع من أنواع استداد بعض الأموال أو هدية ولكن بدك تنتبه لا ما في داعي لصرف الفلوس بدون حساب وفي ساعات المساء الأجواء رح تتغير رح تمتلئ نشاط وحيوية وتكثر عندك الاتصالات برج العقرب أنتم نشاطون وحيويون وبينجذبلكوا أفراد الجنس الآخر اليوم تقدروا أنك تبادروا لخطة أو خطوة جديدة من شأنها ندعم من مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف وبتزدهر لللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير يعني هاي فترة إيجابية في ساعة المساء الأجواء رح تتغير ورح يصير التركيز على الأمور المالية بشكل أكبر ممكن تحصل بعض الأرباح أو تهتم ببعض الفواتير والمدفوعة برج القوس طبعا هذا اليوم الأخير من الأيام الغير مريحة صحيا ونفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر فقط انجزوا ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة ابتعدوا عن المغامرة وعن الرهان على الحظ لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعف فممكن تعاني من بعض التراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهم مش أنك ما تجازف بسلامتك لأنها فترة فارغة من الحظ لغاية ساعة المساء من ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير موجود عندكم فعشان هيك كل الطاقة الإيجابية رح تيجي مرة واحدة ورح تتغير الأوضاع لصالحك برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم اليوم تحقيق أمني بمساعدة صديق وهي فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية بتقدر اليوم أنك تقتنس لإعلان رأيك وللحصول على موقع معين اتفاعل مع المسؤولين بمرونة برضو حاول تنجز كل الأمور المهمة قبل ساعات المساء لأنه من ساعات المساء القمر رح يوصل للقوس بيت متاعبك فهنا رح تدخل فترة غير مريحة لا نفسيا ولا صحيا ورح تفقد كثير من طاقتك برج الدلو يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بينجحوا في إثبات جدارتهم ونيل رضا المسؤولين تقدروا تحافظوا على هدوءكم أهم شي ما تحاولوا أثارة الفتن هاي فترة مهمة وبتمتحنك أهم شي ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حاول أنك تحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء رح تتغير اجتماعيا فرح يزيد عندك كثافة الارتباطات الاجتماعية مناسبات أو حفلة أو يدعوة أو لقاء اجتماعي رح يكون لصالحك برج الحوت ما زالت الأجواء جيدة ودعملة لإلك لأن القمر ما زال في البيت التاسع لغاية ساعات المساء فممكن يصلكم خبر من بعيد أو تشعروا بقوة العاطفة مع الأحباء وهذا يوم مناسب لإجراء مقابلة بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة طبعا اليوم ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار تعتبر فترة ممتازة جدا داعمة لغاية ساعات المساء وبتكون هاي الفترة النشطة جدا وممكن تنشغل بورشة عمل أو ورشة جديدة في ساعات المساء بدك تحافظ على سمعتك وعلى عملك وعلاقتك بالمسؤولين فما تجازف ما تغامر ما تخالف القوانين هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء